السلام عليكم ورحمة الله وأهلاً بكم أعزائي المشاهدين في حلقةٍ جديدة من برنامجكم الأسبوعي قضيةٌ وحوار ونفتح في هذه الحلقة ملف الصحراء بعد استمرار الجدل حول تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون والتي اعتبر الصحراء محتلةً من قبل المغرب وكذلك موقف بعض الدول الأوروبية من هذه القضية ومحاولة تسييسها وتداعيات ذلك على العلاقة بين المغرب وتلك الأطراف وعلى مستقبل الحل السياسي ونناقش في هذه الحلقة موقف أهالي الصحراء من كل ذلك مع مواطنةٍ صحراوية هي رئيسة مؤسسة نساء صحراويات من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان عائشة رحل سيدة عائشة رحل أرحب بك في هذه الحلقة من قضية وحوار قضية وحوار استقبلك العام الماضي وبين العام الماضي والآن حصلت أمور كثيرة في ملف الصحراء الأمين العام للأمم المتحدة اعتبرته السلطات المغربية مستفزاً في كلامه عندما اعتبر الصحراء المغربية محتلةً من قبل المغرب هل استفزكم أنتم أيضاً المواطنون الذين تعيشون في الصحراء تصريح الأمين العام للأمم المتحدة باعتبار الصحراء محتلةً من قبل المغرب؟ شكرا لكم على الاستضافة ما قام به بنكيمون هو أمر رفضه جميع المغاربة يعني الشعب المغربي ككل لأنه أولا قبل كل شيء قام بالمساس بالوحدة الترابية وبالنسبة لنا فإن المساس بالوحدة الترابية فهو عدوان على الشعب المغربي ككل من طنجة إلى القويرة يعني أمر غير مقبول نهائيا أن الأمير العام يصرح على أن نحن مستعمرين روسنا يعني نحن صحراوي المغاربة مستعمرين المغاربة ماذا تقصدي؟ مموقف أهالي المغرب في شمال المغرب مفهوم هم مع الوحدة الترابية ولكن أنتم الذين تعيشون في الصحراء لماذا اعتبرتم هذا الأمر مستفزا لكم؟ لأننا حتى نحن مغاربة ما يمكن أن تصريح دياله ما هو في المستوى ولا يليق بأمين عام الأمم المتحدة الذي يجب أن يكون محايدا هذا هو الشيء الذي نحن معجبنا في التصريح دياله كيف كان يمكن أن يكون محايد مثلا؟ أول شيء محد غاز من طيارة يلوح بيديه بشارة النصر يقول للاجئين صحراويين تمردوا انفصلوا عن المغرب عن بلدكم المغرب فهم هذا هو أول نقطة لحظناها أنه جايب واحد نية مبيتة على أنه لا يقول بليتوف الطائرة هو غاز هو يقول لهم انفصلوا عن المغرب كيف يعقل يعود أمين عام هذه المؤسسة الأممية المحايدة يحرغ لاجئين على أنهم يفصلوا على بلادهم تبدعينا نرى جانب من لقاء بنكيمون مع بعض أطفال الصحراء في مخيم تندوف في خيمة أعدت لبنكيمون وهم يستقبلون بنكيمون جانب من زيارة بنكيمون لإحدى خيم الصحراء في تندوف في هذه اللقطات ترجمة نانسي قنقر لأتفاهم من تنظر تجعلها جيداً تمكنك تباعد عن طريق الصحراء حسناً نحن نرى نحن نرى نحن نرى ترجمة نرى واو إنتكتكي جيداً هذا ما تفعله؟ هل تفعلت؟ نعم واه! الان مرحباً يا بان جيمون في مرحباً مرحباً جميعاً مرحباً 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 شكراً 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 طيب سيدة عائشة رحال بنكي مون في هذه اللقطات يأحمل صورة رسمت من قبل أحد أطفال الذين استقبلوا في هذه الخيمة مكتوب عليها بنكي مون يكرر 41 عاماً من الانتظار هل ذلك التعليق مقبول بالنسبة لكم؟ طبعاً هذا التعليق ليس مقبول لأن بنكي مون أكد مرة ثانية أنه غير محايد نهائياً ثانياً هذا الفيديو أنا شتو كاملاً لأنني متابعة الموضوع جداً هذا الفيديو بنسبة لنا نحن جانب حال مسرحية بانين خيمة خيمة وحدها يعني ما داوش ممشوا به المخيمة لاجئين بانين خيمة يعني مخيمة تندوف هذه الخيمة وحدها اللي معدلين فيها المسرحية ديالهم فيها مرة تقولوا الكلام فيها واحدين ثانين اسمعنا صوت مرة تقول يعطونا الاستقلال نو هذه القيادة البوليساري وفرضين عليها عنها تقولها وهذا السيد الليم البوليساري وواقف الأمي العام الأمم المتحدة كان يشير لهم بيديه كانين وحدين يبغوا يتكلموا ظهر منها طفل وسياج يعني مما يشير إلى وهو بعد ذلك أكمل بانكيمون قال واحد واربعون عاما من الانتظار يعني كأنهم معتقلون هل بانكيمون يكرس صورة سياسية رسمت لأهالي الصحراء عبر موقفي هذا وتصريحه؟ بانكيمون كان عليهم منين حكم هذوك الصور ما يظهرهم الإعلام ما يصورهم كان علي يحكم هذوك الصور ويحتافظ بهم لنفسه لأنه الأمم المتحدة ماهي دياله هو شخصيا هو أمين عامل الأمم المتحدة يلطوا يعود محايد وما يظهر عنه تابع لوحد الطرف يعني هو مأيد يعني هو تبنى المعاناة لكن هو كلامه ألا يحتمل أن يكون عفويا يأخذ صورة من طفل ويقرأ ما جاء في هذه الصورة الصور اللي مرسومين ماهي ظهر عنه مراصمهم طفل الصور اللي مرسومين ظهر عنه مراصمهم حد كبير الطفل عطاوها له كوسيلة هم يعادلوا أنت يظهروا عنهم دائماً ضحايا دائماً هم ضحايا يعطوا الأطفال يعطوا النساء يعني ما يقدموا الرجال يقدموا لا الأطفال والنساء باش يظهروا دائماً يبقوا في الأجانب يستغلوا طيبوا بديانهم طب ما الصورة الأخرى التي تردكم هذه الخيمة كما يبدو ما هي حقيقة الخيمة الأخرى اللي ثار انتباهنا طريقة باش قض من طائرة يلوح بشارة النصر للاجئين المثلة الثانية اللي خالقوا في مخيمة اللاجئين اللي هو ما دخلهم من تهكى فيهم حقوق الإنسان وفيهم ضيق شباب التغيير كيدافع على نفسه كيقول عنهم ما يخلهم يعدلوا جمعيات حقوقية باش الصوت ديالهم يوصل لمنتظمة الدولي هل صوت هؤلاء الموجودين في تندف وصلكم أنتم في المؤسسة؟ طبعاً وصلنا وموجود في الإعلام الدولي كامل لماذا لم يتحدث عنهم بانكيمون؟ لأنه لم يصل إلى مخيمات لاجئين أظن أن بانكيمون ليست لديه الرغبة للوصول إليهم هل تعتقد بأن كان هناك تأثير للدولة المضيفة التي تستضيف مخيمات تندوف على موقف بانكيمون باعتبار الصحراء محتلة؟ الجزائر الجزائر هي المضيفة المخيمات الجزائر هي السبب المعاناة لفها اللاجئين اللاجئين يوجدون على أراضي جزائرية والجزائر تفتقد إلى حقوق الإنسان كيف تحتاج لها؟ يعود اللاجئين عندها لا يمعد لهم بيوت لا يمعد لهم بطاقة لاجئ نحن نلوم بالدرجة أولى الحكومة الجزائرية ماذا كان يمكن للجزائر تقوم به؟ هناك معاناة حتى لبعض أبناء البلد هناك معاناة اجتماعية لأن اللاجئين يوجدون في واحد السياج لا يجعلهم يخرجوا منه وهذه حسب شهادات بعض العايدين لأرض الوطن قال لك عنهم بصعوبة لأنهم باخوا كنترول الحكومة الجزائرية تحت مراقبة الحكومة الجزائرية ما زال هؤلاء يعني حسب الصور التي تردتكم ما زال هؤلاء يعيشوا كل هذه السنوات؟ ليست صور بل فيديوات مصربة كيف كل هذه السنوات ما زالوا يعيشوا بعضهم في الخيام؟ طبعا حالة يرفع لها ونحمل الجزائر من هذا المنبر الحكومة الجزائرية على الحالة المزرية التي يعيشون فيها داخل المخيمات خصوصا أوقات الشتاء والصيف كذلك لأن عندهم حرارة مرتفعة جدا كم بتقديركم أرقامكم إذا كان لديكم أرقام في المؤسسة عدد اللاجئين الصحراويين الذين ما زالوا يعيشون في مخيمات تندوف؟ بالتقريب عندنا تقريبا أربعين ألف لاجئين أربعون ألف لاجئين ما زالوا يعيشون في هذه الظروف الصعبة؟ يعيشون في العراء في هذه الظروف الصعبة بينما حكام البوليزاريو يعيشون في الدول الأوروبية وأبناءهم عندهم امتيازات كثيرة يدرسون في دول أوروبية يعني ما يعيشوا في الخيام على كل حال هؤلاء هم البوليزاريو يعتبرون بأنهم يناضلون من أجل قضية الاستقلال وإقامة الجمهورية الصحراوية يناضلون من أجل؟ من أجل يعتبرون أن بلدهم أن الصحراء محتلة من قبل المغرب وهم يعتبرون بأنهم أصحاب قضية الصحراء مغربية تاريخيا هذا كلام معروف تاريخيا جدودنا علموهنة سابقهم ما تقول قيادة البوليساريو على جدودنا الصحراوي اللولي اللي كانوا مع محمد الخارس الله يرحمه ما يقولوا عنهم ماذا يقولوا؟ ماذا قال الصحراويون الذين يعيشون في الصحراء في العيون؟ ماذا يقولون عن تاريخهم؟ الصحراء تربطها روابط تاريخية مع المغربة أزيد من 12 قرن كيف تشهما ليجردونا من هويتنا المغربية؟ ما يمكن هما قيادة البوليساريو نفاصلوا في 75 بغاوا يكونوا منعرشوا بغاوا دولة وهمية نحن ما يتكلموا باسمنا بورك إحنا عندنا منتخابون ذوك هما قاعدين عندنا مليك ذاك هو قاعد ما عند حد الحق يتكلم باسمنا من غير مليكنا ومنتخابوننا وشيوخ القبائل وأنتم الذين تعيشون الآن في الصحراء هل هذا الكلام يعبر عنهم أيضا؟ هل تسمعي من الناس أنهم فعلا مع بقاء الوحدة الترابية طبعا لأننا نعيش في أمن واستقرار في الصحراء هل هذا الكلام الذي تقولينه؟ هو كلام أيضا للناس جيرانك عندما سمعوا تصريحات بنكيمون بأن الصحراء محتلة ماذا كانت ردة فعلهم؟ قاموا بوقفة احتجاجية ذهبوا إلى الرباط من العيون إلى الرباط واليوم الموالي عادوا إلى العيون كذلك قمنا بوقفة أمام هيئة الأمم المتحدة احتجاجا على تصريحات بنكيمون لأنها لم تكن في المستوى هل كانت هذه الوقفة دون تدخل من المغربية؟ لا أبدا ما الذي يدفعكم إلى الإصرار على إدانة هذه التصريحات بنكيمون؟ حبنا الوطنة وتصريحات بنكيمون فارت غضب كبير في الصحراء لأن الناس لا يبغوا الانفصال وما يبغوا الشتات بغينا بنكيمون نعود كيف سوريا والعراق وهذه الدول المتمزقة ولكن القضايا مختلفة يعني قضية سوريا وقضية شعب من أجل الحرية لدينا السودان مثلا لدينا السودان عنده اعطاوه الانفصال ما زالوا يقتلون إلى اليوم طيب في قضية الصحراء المغربية هل الحالة التنموية التي تعيشها المنطقة والتي بعضها البعض يصف الحالة التنموية التي تعيشها الصحراء المغربية بأنها أفضل من بعض المناطق في شمال المغرب هل هذه الحالة لها تأثير على موقف الصحراويين المغاربة في البقاء ضمن دولة واحدة؟ لما نفروا الكلام على المشاريع عنها مثلا مثل بحالة لا عادة يعطونا احنا امتيازات باش نقولوا عنها مغربة احنا نقولوا مغربة بدون مقابل ولكن هذه الامتيازات موجودة يعني الذي ينظر إلى الفيديوهات التي تصف مدينة العيون يرى بأنها مدينة نظيفة مدينة متطورة مدينة فيها مشاريع تنموية طبعا لأن كان فيها المستعمر قديما كان فيها المستعمر الإسباني وخلاها خرابة ما فيها شيء إذن مدام المغرب استرجع بلاده يالتون لي عدلها تعود في المستوى هل الآن عدد من يعيشون في الصحراء المغربية نسبة من يعيشون في الصحراء المغربية إلى نسبة من يعيشون أو ما زالوا يعيشون في مخيمات تندوف إذا ما جرى أي استفتاء لتحديد المصير برأيك هل يمكن أن تلعب هذه النسبة دور في النتيجة النهائية؟ هل تعلمون أننا قمنا بتقرير المصير أثناء الزيارة الملكية؟ ألا يكفي بانكيمون خروج جميع الصحراويون بهتافاتهم يسلمون على جلالة الملك وفرحانين به؟ ما معنى هذا العمل الذي قاموا به الصحراويين؟ ولكن البوليساريو تقول بأنه لم يضربنا أحد على أيدينا لم يدفعنا أحد ولم ينادينا أحد ولم يفرض علينا أحد أن نخرج لمقابلة جلالة الملك ما هي الرسالة من وراء ذلك الخروج واستقبال الملك؟ قررنا ما تصيرنا على أن الصحراء مغربية وأننا سوف نبقى مع ملكنا وبلادنا المغرب المغرب الصحراويون كيف يتعاملون مع لجنة البعثة المينورسو بعد هذه الأزمة؟ المغرب خفض وطرد كل الموثلين المدنيين في هذه البعثة وأبقى على الشق العسكري أنتم كيف تتعاملون مع هذه القضية؟ مع وجود بعثة المينورسو؟ نحن لدينا الحمد لله لا من استقرار في مدينتنا كيف قاعد وكيف مشاوعة عننا؟ نحن لدينا مشكلة لم يكنوا موقفين ومشي عندنا في المدينة هم مظفين وخدامين في الإدارة عادي بعثة المينورسو البعض طالبها بأن وهو الاتحاد الأوروبي العام الماضي طالب بعثة المينورسو أن تتعاملون تراقب ملف حقوق الإنسان والبرلمان الأوروبي العام الماضي صوت بتعديل مهام بعثة المينورسو الجديد الأمم المتحدة من خلال مجلس الأمن الذي أكد أن بعثة المينورسو لا تغير في مهامها ولا تغير في توسيع مهامها لتشمل مهام غير متفق عليها أنتم الذين تعيشون هناك ما رأيكم في هذه المسألة؟ أن المينورسو يكون لديها مهام أكثر من المهام التي أوكلت إليها وتشمل حقوق الإنسان ليس للأمر داعي لأنه ليس لدينا مشاكل بالعيون كذلك من ناحية أخرى من ناحية البرلمان الأوروبي الذي صوت على تغيير مهام بعثة المينورسو البرلمان الأوروبي ما كانوا على علم على أن هناك صحراويون مغاربة لا يريدون الانفصال عن المغرب كانوا يظنون أن هناك فقط البوليزاريو وذلك حسب الزيارة التي قمت بها هذا الشهر للبرلمان الأوروبي حيث قابلت العديد من الأوروبيين العديد من الأوروبيين اليساريين الذين صوتوا ضد المغرب فعلا تفاجأوا ظنا منهم أن ليس هناك صوت صحراوي مغربي قالوا لي أنهم كانوا يظنون أن هناك فقط الصحراوي البوليزاريو قلت لهم أن البوليزاريو لا يتمثلون ولماذا غاب صوتكم عن البرلمانيين وخاصة البرلمانيين الأوروبيين الشباب ومعظمهم يمثل الجناح اليساري سواء في السويد أو غيرها من الدول الأوروبية تعلم أن تأشيرة أوروبا صعبة شوي إذا أرادت بعض الجمعيات الحقوقية نتذهب للدفاع عن قضيتها يعني عدم الانفصال أو قضية مغربية صحراء الأمر صعب شوي لأن العدو البوليزاريو الجزائر تتكلف به تقوم بدفع تأشيرات تعدلهم أمرهم كاملة ولكن في المقابل سيقول لك سيدة عائشة بأنكم أيضا تتكفل بكم الدولة المغربية التي هذا هو موقفه والذي تتافع عنه هذا ليس صحيح والدليل على كلامي أنني أنا أتيت من لس بلمس إلى لندن واتصلت بكم أخبرتكم عن معاة طائرتي وسألتكم كذلك كيف يمكننا أن أحضر إلى لندن لأنني ليست لدي ديراية كثيرة بها لو كنتم منسقة مع الدولة المغربية لتكلفت بالدولة المغربية وأحضرتني إلى لندن نحن مناظرون أحرار نؤيد الوحدة الترابية ونؤيد الموقف المغربي ولا نريد الانفصال عن المغرب بتاتا ما الذي تريدونه؟ الحل النهائي هل يمكن أن يكون من خلال حوار أهالي الصحراء المغربية أنفسهم؟ هل تقبلون بحوار أنتم مع البليساريو مباشرة دون تدخل من الجزائر ولا السلطات المغربية؟ أظن أنه إذا كان لقاء بين البليساريو لن يكون هناك مشكلة إذا لم تتدخل الجزائر معهم لأن الجزائر كتفرانهم لأنني لما كنت تتوقفهم ما تخصيب؟ لم تتدخلهم عبروا والله يقولوا رأيهم حول الملف خاصة هي الصباقة هي التي تقولهم شي عدلوا ولما كنت في بروكسل في البرلمان الأوروبي التقيت بعض الجزائريين وبعض البليساريو حاولوا أن يمنعوني أن أحضر ندوة صحفية ولدي الفيديو سوف نعطي لك عقب اللقاء جاءوا عندي قالوا لم تحضروا معنا هذو الجزائريين وبعض أفراد البليساريو المهمة يبدو بأنها ستستكمل مهمة المينورس هو تعود الأمور إلى مجرها ولكن هل يمكن طيف صفحة تصريحات الأمين العامة للأمم المتحدة بعد أن عبر المتحدث باسمه بأنه اعتذر ثم عاد مرة أخرى الأمين العام ليؤكد بأنه لم يعتذر الآن الأمين العام الحالي برأيك هل يمكن فعلا أن تستكمل مهمة المينورسو في ظل هذا الموقف الذي اتخذه في نظر الأمين العام تصريحاته التي صرح بها لم يصرح بها أي أمين عاما قبله في قضية الصحراء هذا يثبت على أن بانكيمون لديه دراية ضعيفة جدا بميلة في الصحراء ولو يقدم اعتذار أن ولايته أصبحت قصيرة لم يبقى له إلا شهرين أو ما تأثيرها على الأمين العام القادم برأيك؟ نحن واثقين من نفسنا وله ندافع لبلادنا وما مخوفنا تصريح بانكيمون لأن الصحراء في مغرب هو المغرب صحراء الحالة الاقتصادية للصحراويين المغاربة هل لها تأثير على مواقفهم؟ كيف تجل حالة الاقتصادية؟ يعني الوضع الاقتصادي لأهل العيون مثلا مدينة العيون هي عاصمة الصحراء والمدينة الأكبر هل لها تأثير على موقفهم بالبقاء في المغرب ضمن الوحدة الترابية؟ لا علاقة بالماديات على الوطنية للإنسان لأن الناس الذين هناك شباب خاصة يشتغلون لا هي فقط في العيون في شمال المغرب كذلك الدولة المغربية وهذا سؤالي الأخير لك عائشة استخدمت بعض الأسلحة الاقتصادية للتأثير على مواقف بعض الدول مثل السويد مثلا عندما منعت افتتاح شركة أيكيا للموبيلية السويدية ردا على موقف السويد ونيتها الاعتراف بالبوليساريو كدولة سؤالي لك ليس عن موقف الدولة سؤالي لك أنتم الصحراويين المغاربة هل تستفيدوا من هذه الدروس استخدام أوراق قوة لديكم لتغيير الموقف الأوروبي حول قضيتكم؟ نبغي نشرح لك عبر هذه القناة أن الموقف السويدي أو هذا الموضوع هما أعطاوها أكبر من حجمه هي فقط جمعية جمعية سويدية تقوم الحكومة الجزائرية بدعمها باش تمرق الصحافة الصالحة لبوليساريو وديبلوماسي واحد موجود الآن في حزب الخضر السويدي كانوا يشاروا في 2014 هو قرار مشروع كان موجودا بالرفوف بالبرلمان السويدي ما صادقوا عليه يعني ما صادقوا عليه في 2014 ولا في 2015 ولا الآن فقط هي ضجة إعلامية مغلوطة يبغي غلطوا الناس يبغي يضخموا الأمور وسؤالي الأخير لك أنتم هل تستفيدون وهنا سؤالي كمنظمات حقوق إنسان هل تستفيدون من هذه التجربة في عرض قضيتكم وإقناع الآخرين بحقيتها طبعا مثلنا اللي هنعطوا الفرصة للحد يمشي للدول الأوروبية ويتكلم بأسمنا مثل البوليساريو اللي هنفرض الصوت ديالنا في أوروبا في أمريكا في جميع الدول جميع الدول الأوروبية إن شاء الله صوتنا يعد حاضر نفرضوا صوتنا في المحافل الدولي صوت الصحراوي المغربي رئيسة مؤسسة نساء صحراويات من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان عائشة رحال أشكرك شكرا جزيلا كما أشكركم أعزائي المشاهدين ختام هذه الحلقة من قضية وحوار أترككم في آمان الله